إذن قرارين تم اتخاذهم أولاً الأهل يسلم شكوى إلى المحكمة الدولية الرئيسية ويسدد الرسوم المالية يعني إيه؟ يعني بعد قرارات مجلس الإدارة الأخيرة من ضمن هذه القرارات كان أن الأهل سيتوجه إلى المحكمة الرياضية وأن النادي الأهلي لن يسكت عن حقه لما طلع القرارات دي من يومين حاول البعض حاول البعض أن يشكك في هذه القرارات بكل الطرق قال لك إيه؟ قال لك يا عم ده كلام بيسكتوا بين الناس بس عشان يعني أنت فاهم الكلام والله يتقلي كده من بعض المالية ويشجع النادي الأهلي النهاردة وطبعاً كلنا عارفين أن النادي الأهلي لما بيجي يطلع ياخد قرار ما بياخدش قرار كده وخلاص مش بياخد قرار عشان يسكت الناس زي ما بيتقال من بعض ما اللي يشجع النادي الأهلي ولأ ولكن هو بياخد قرار عشان مجلس زارة النادي الأهلي بياخد قرار بياخده عشان شايف أن ده مصلحة النادي الأهلي دي مصلحة النادي الأهلي مش مصلحة حد تاني فعشان كده عمليه النهاردة رح دفع الرسوم المالية كاملة يعني ايه يعني خلاص انا حفضل ادور على حقي لغاية اخر لحظة والشكوى تسلمت المستندات تسلمت كل ما يخص شكوى النادي الاهلي العادلة تم تسلمها للاتحاد للمحكمة الرياضية والرسوم اتدفعت ها هتقولوا ايه تاني ايه تاني هتقولوه ماشي طبعا هو النادي الاهلي مش بيعمل كده علشان يسكت بيقولو ولا لا لا خطس النادي الاهلي بيعمل كده عشان شايف ان ها دي هي مصلحة جمهور النادي الاهلي وخلي بالحضراتكم خلي بالحضراتكم القرار اللي بعده ايه بقى ايه القرار اللي بعده مش مو يعني القرارات دي يا جماعة يجب ان يتم تدرسها وجهة نظري ليه لانه انا مش هسيب حقي ولكن في نفس الوقت انا هعمل ايه قرار اللي بعده على طول انا حبعت كابتن سيد عبد الحفيز وحبعت كابتن سامير عادلي قبل المباراة بفترة كافية لايه عشان ايه حبعتهم ليه عشان بحس كل الترتيبات اقامة المعسكر لفريق النادي الاهلي هناك يعني ايه يعني مركز في الشكوى وحق النادي الاهلي ومركز في المباراة وانا هروح هلعب واكسب في ملعب محمد الخامس هروح هلعب واكسب في ملعب محمد الخامس وراحت دفعت الرسوم المالية هو ده النادي الاهلي هو ده الفارق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني